فيلم الرسوم المتحركة الخروف شون لمخرجيه ومؤلفيه مارك بيرتون وريتشارد سازاك مقتبس في الواقع من مسلسل تلفزيوني مريطاني يجمع بين المتعة والتشويق والمغامرات المثيرة بطله الخروف شون في هذا الفيلم متابع مغامرات شون مع الكالبيتزر في رحلة بحث عن صاحب المزرعة والتي تأخذه إلى إحدى المدن الكبرى العرض الأوروبي الأول للفيلم قدم في لندن بحضور عديد النجوم مثل ثنائي فرقة الهيب هوب البريطانية رازل كيكس وهما من أدى أغنية الفيلم الرئيسية في الواقع أنا من أشهد المعجبين برسوم المتحركة التي تنتجها أردمان الفيلم يدور حول تقدير ما فقدته أو تقدير ما تملكه فعلا هناك الكثير من المغامرات أيضا نعم هناك الكثير من التهريج نيك بارك هو المنتج المنفذ لفيلم الخروف شون وكمعظم إنتاجات أردمان أنيميشن يشير هذا العمل لكثير من أفلام الرسوم المتحركة الأخرى منذ البداية أردنا أن تكون هناك دائما إشارة في أعمالنا إلى أفلام رسوم متحركة أخرى وهذا ما قام به المخرجان في فيلم الخروف شون إنه شيء ضروري في إنتاجات أردمان إنها ليست مجرد إشارات لأفلام حديثة بل إنها إشارات لا يفهمها سوى رواد السينما وعشاق هذا النوع من الأفلام وهو ما يثير لديهم شعورا جميلا عند التعرف على هذه الإشارات فيلم الرسوم المتحركة الخروف شون يعرض قريبا في قاعة السينما العالمية ترجمة نانسي قنقر